مرحبا إن شاء الله نقدموا الإضافة مرحبا وهذا اللي أذكرت أنت بوجود بحثينا لوقوفك على نفس المسافة من كل الأطراف في أساسا تداعيات القانون لأن القانون الآن مر تنقيحات لي فيه بتصويت مجلس النواب ولكن ماذا بقية الآن؟ بقية الطعن والطعن يبدو حاصل بتجميع العدد المطلوب من النواب كيفاش الأجال في صورة التداخل وتجاوز تاريخ 22 أكتوبر لنشر 22 جويليا لنشر هذا القانون أي أسئلة قانونية عدة ثم قد ننظر حتى في تداخل السياسي والقانوني ما تداعيات ذلك؟ هنبدأ بهذا القانون أو مشروع القانون اللي مش ننظر فيه الوقتية لمراقبة دستورية مساريع القوانين كيف يمكن أن تنظر في هذا وحظوظ الرفض أو القبول لهذا القانون أو الرفض لبعض فصوله أو القبول به دستوري كقانون دستوري سأقبل بش أن قبل ما نتخف سؤالك سيبو بكر زوز ملاحظة ثانية عامة ثانية المواحدة الأولى وكما كنت هالك قبل اللي بخصوص النواية والأهداف نتبع نشروع القانون لا أشكاله في ذلك هي إيقاف نوع من التحيّل من القانون وخاصة المسج بين استعمال امتيازات الجمعية قانون الجمعيات ومرسوم الجمعيات بهدف تحقيق أغراض مرسوم الحزاب بما معناه الجمعيات عندها إمكانيات قانونية كبيرة جدا مش موجودة ولو جزئيا بالنسبة لقانون الأحزاب والهدف من الجمعيات بصريح الفصل هو تدعيم دور المجتمع المدني في الديمقراطية وليس العمل السياسي بينما قانون الأحزاب يهدف صراحة إلى التنافس والانتخابات بغراض للوصول إلى السلطة إذن استعرمنا وسائل لتحقيق أهداف غريبة عن القانون المؤثر للمعنى بالأمر المسألة الثانية مهما كانت السيناريوات المطروحة مهما كانت السيناريوات المطروحة قبول الطعام رفضه استفتاء من عدمه لا مكانة لمناقشة مسألة تأخير الانتخابات لسببين السبب الأولاني قاعدة الدستورية تحتم قاعدة الدستورية تحتم دورية الانتخابات والاستثناء الوحيد هي تمديد وبقانون في حالة خطر الدهم والخطر الدهم عنده شروطه وإحنا بعد عليه برشة إذن في سورة التأخير يصبحوا خرقا جسيما للدستور مش خرقا أكثر نحب نستعمل عبارة الدستور كما يقول الدستور يقول لك خطر دهم لا لا معنى في سورة مخالفة الدورية الانتخابات مش خرق جسيما الخطر الدهم بماذا يوصفه دستوريا خرق جسيما للدستور ومن ناحية السياسية يضرب معناها بشيفة حاتمة يمكن انتقال الديمقراطي كارثة منها ويمكن تؤدي حتى مشاكل أخرى حتى في الشارع السبب الثاني اللي تجعلنا نقوله لا مجالة معناها للخوفي قانونا على معجرين الانتخابات تبقى للتواريخ هذه اللي شميتها 6 أكتوبر 17 نومبر 6 أوت 6 أوت استدعاره 6 جويلة 6 جويلة 6 جويلة مش 7 ليه حسبتمك بليك يسمعتك في الواحد ما متأكد جهة الامضاء يبدو ليست تعتمد تاريخ 7 جويلة وأنا نأكد لك اللي في حتي تساب الأجال هذي خبزنا اليوم في المحكمة الدارية نزيرة ثلاثة عقوب وعننا 16 هذي اللي فهما لك كالندرية مكينة بدأت تخدم ممكنش المساس منها ليش تحت أي ذراعة إن كانت على خاطر وقع إصدار هذا القانون وإنفاذه أو عكس ذلك لا يؤثر شيئاً على خاطر عنا قانون انتخابي وعملنا به انتخابات عام 14 إذن ما فهما حتى إمكانية الحديث مثلاً عن فراغ إذن مهما كانت الفرضيات يمكن إجراء انتخابات بالقانون النفس طوى الفرضيات حتى كان القانون متعداش يتعد ما يتعداش رد اللي تحبنتي عنا قانون يقعد يتطبق يتطبق إذا كان فمش قانون آخر حل محله لم ينصر فرايد رسمي إذن القانون القديم يعتمد باعتماد القانون الجاربي في خصوص الدستورية أنا يظل يزد تخريط اليوم كل ما نقرأ نزيد نفيق بالإشكاليات يظل يظل خمس على أقل ستة نقاط جدية المسألة الأول هي حكاية اللي حكيوا عليها الناس الكل هي مطعن كلي مثل القانون كل هي مصادقة القانون في أجال تقلوا حسب لجنة البندقية اللي نذكر كونس تواجهنا لها لإبداء رأيها بخصوص الانتقال الديمقراطي في مسألتين في تونس المحكمة الدستورية وقانون المصالحة الاقتصادية إذن عندها وعندها معناها حاجة متميزة يظهر لي كوميشوند فينيس جبناتها الحكاية العام وحكينا فيها قبل مسألة أساسية وسمت ثلاثة حالات ما قلت عام قلت أجل معقول لا لا قلت ثلاثة عام قلت عندي النص عندي المرجع السنة شكولي حكي على الأجل الكافي هي اللي دياء أجل الكافي وعليش هو مبرر العام للي نعيش فيه خطرة أقل من عام توكي تبدأ أنت بالعتبة مثلاً أنا حوي أنت ضريفة أقل من ثلاثة أكثر من ثلاثة في المياه بش نجيبها سعيد برشا دونك شنو اللي نعمل اللوالي نحضر المناورة السياسية بش نتحالف مع سيد زيد كريشان مع سيبو بكر بش نوصلوا عنكم بين لدو بش نوصل الأربع واضح ولا قواعد الترشح مفجدة بش نحضر روحي هاي شخولك سيد يتوان حذر الترشحاتي واحد عنده مثلاً بتقعدة ثلاثة جريمة غير جريمة ولا حاجة هاو تحكل شي في الماء وخاصةً راهي المكينة راهي تخدم أنا سمعت أعضاء الهيئة ورئيسهم سمعت تليلي البارحة راهوا دجاء بللي كم بش يصير هدايا راهوا دجاء تلاثة قرار الترتيبية بش تبدل التكوين كيف يعملوه؟ الأدلة كيف يعملوه؟ أعجال الدستوري لذلك هي الأجال مشكلة كبيرة برشة سيما سيما أن مفهوم الأجال المعقولة وارد في الدستور كمبدعة والدستورية رائعة ما تتمنىش على الدستور بارك تتمنى فما شكونا بالبلوغ لكانسونيتي يكمبرين مبادئ الدستورية والأجال المعقولة موجودة في الدستور المسألة الثانية هي وذين موجودة في قرارات سابقة للهائية الوقتية هي مرقبة دستورية مشاريع القوانين سكيل جابال النظام العام الإجرائي الدستوري فهم إجراءات ولو موجودة في الدستور يجب واحترامها تابع الدستور وقتها في المسألة على القضاء بما معناه؟ أخي المشروع الأولاني ثمن ثلاثة نقاط العتبة والدوائر وحكيت هذوم هما زوز نقاط زوز نقاط وزادوا التجمعين كما كتنقيح كإضافة مشروع أكتوبر 2018 مشروع أكتوبر 2018 نقاط الأساسية تعديت على الإجراء وصارت النقاشات السار من بعد الإضافات متأخرة جدا أقل من أربعة شهر أضافوا عديد النقاط هذين شوف فيهم المشروع اللي قدامنا ولت النقاط المضافة في آخر دقيقة أكثر من المشروع الأصلي هذين تسمى تحيل على الإجرائيات الفرع أكبر من الأصل وتحررنا من كامل الإجراءات إذن فهم مساش بال المسألة الثالثة تتعلق بحكاية الرجعية أنا مواثق منها وتكت منها كنت حتى توا نحكي مع سيسليم باللغة المالية من الأساس الكبار لان يقاش في الرجعية وبش نزيد نأكد عن الناس ليس رأي جوهر مبارك مثلا ليس رأي جوهر مبارك وأنا بش نبسط للناس الرجعية راهو في المحكمة الإدارية مبدأ عدم الرجعية نسحب حتى في القانون وفي القرارات الإدارية إذا كان إرجعت بالتوالي بشتراقه بحاجة قبل القانون راهو إذا كنت تسمى الرجعية إذا كان إرجعت بالمجالة التالية هذي رجعي المسألة الأخرى تتعلق بحكاية الشروط اللي فيها عبارة فضفاضة دولة القانون هم الفقهية مش متفاهمين فيها الدستور مش معرفة فيها كيفاش تفاهموا الوحد والاستبداد والمبادئة الديمقراطية على أساس دجاءها وش نذكر أن الناس محداش كنت قاضي انتخابي فهما شرط موجود في الترشح هي المناشة دائماً عدمي انت ابن علي مسألة شكلية فيها ليست تشوف بو بكر فيها أسهل شي منها وحلنا وحلنا وصرت أنها مشاكل كبيرة جداً في مسألة شكلية كدير هذه مسألة مضمونية وبعناها فضفاضة وديار النجم يقول لك اللي النجم قيس سعيد انطيحوه على خطر قال ورجعت الحديث في الشرع المغاربي أنا سأبطل الانتخابات التشريعية والحال الفصل الثالثي يقول لك الشعب يعبر عن سيداتي عن طريقي معناها ممثليه عن انتخابات النجم جادح انطيحوه على خطر مسألة مبدأ الدستور الفصل الثالثي المساوات بين المواطنيين والمواطنيات لما جاء ضد ده حكاية المساوات خليني ديما في الدستوري خليني ديما في الدستوري مخالي في الدستور المسألة الأخرى حكاية التصريح بالمكاسب التصريح بالمكاسب نأكد تقريتها البرح مخالفة للدستور بشفة متأكد منها علاش فما فرق خلط ما بين شروط الترشح وشروط المباشرة وهذه كانت تتذكر صارت حتى وقتها مع اللين لوك مع هاية مقابلة الفساد بخصوص قالوا البعض الناس اللي ما يصرحش مينجم شي باشر وهذه يتأكد بالدستور عليه الدستور يعطي شروط الترشح في فصل ومن بعد الفصل 11 شي قول على كل يمنى تولى رجل الجمهورية ولا مثلا ناظرية مجال السواب أن يصرحها بمكاسبه ما يحكيش كان قد تصرحها في الأجال القانونية من يدولى؟ ودايور بس نثبت رجعت للسوري للدستور باللغة الفنانية ايش نلقى؟ كل شخص يستخدم يجب أن يكون يجب أن يكون مقالج يجب أن يكون يجب أن يكون مقالج ولكنه لا يمنع لا لا لديك مخالف الدستور لديك شرط صحيح لكن شرط مباشرة معناها رئيس الجمهورية ولا الناف البرلمان اللي بشيجي يباشر وين هوني المنع الدستوري في أنك جي تقول راه لازم يجيب قبل الترشح أين المنع الدستوري؟ لا مكتوبة كبرامات في الأجال القانونية ما قريتوش أنا بالجداء خطر ما عنديشي من الإنترنت ما عنديشي تبتليشي خربوش في الأجال القانونية ولا لا هذي كالتصريح بالمكاسف أهاي ما يفيه القيام بالتصريح وفق حكام من فصل خمسة دونك في الأجال من الجمشي شرط المباشرة يردوا شرط ترشح معناها يسيبوا بكر علش ما ينجمش؟ تقولش بالدستور الدستور حطوك شرط مباشرة مش شرط ترشح يتناقذان معناها متناخذ مع الدستور مع الفصل الحديش معناها الدستور قال حصرياً ما تنجمش لازموا معناها لازموا بوقت لي بشي تولى المنصب يكون أعمال التصريح بالمكاسف عنده لحظة عنده المباشرة هل أنه الدستور منع صريحاً كما تقول أنت ولا دوازياً أنه ما تنجمش تسترد التصريح بالمكاسب خبل الترشح هل أنه أغسر لي فهم ثلاثة نشكاليات هنا رأي مسئلة دقيقة جداً منحبش تكثر على الناس خنفس نحاول ننبسط أنا مقتنعتش ها بش نبسط بش تترشح حسب الدستور فهم شروط معينة وفي الدستور فهم شروط نتعموا باشرة منها التصريح ومنها هداء اليمين فهم فرضية ثالثة النجم نجده شروط ولا هذة هي فهم اختلاف أنا رأى النجم نجده شروط لكن دون إدماج شروط الترشح في شروط المباشرة هذة هي رأيون هذة هي رأيون بينشور قبل النقاش طبعاً النقطة الأخيرة وهذة هي اللي البرحة قد تنخمن فيها وبحثت عليها حكاية الإشهار السياسي الإشهار السياسي فيها عندي عديد تحفظات عليها كيف نقوله الإشهار السياسي سنروانبوها حتى بالريفليكس لتمويل الأحزاب تمويل الأحزاب من الميزانية الحملة وما شابها إذن حسب رأينا الإشهار السياسي أقرب ما يكون لصيق للقانون الانتخابي من ما موضع في القانون اللي رجعنا تعرف لنا قانون المرسوم 162 نوفمبر 2011 وحدش يحكي على الإشهار السياسي بينما الإشهار السياسي موجود في قانون الانتخابات في الفصل الثلاثة إذن كان المتعايد في الحملة الانتخابية فقط لي أغذر لي هنا سياجح う إشهار السياسي كما هو معرف正 اثناء الحملة أغذر لي أنا دعني القانون الموجود الإثناء الحملة في القانون الانتخابين أثناء الحملة متعدها دقيقة فين كما يعرفوه رأينا أغذر لي على الأحزاب أو مسيرها أو تباين قيمة واستفادته من الأشهر السياسي كما يعرفه الفصل الثاني متاع المرسوم بل ساق بل ما نشوفه على المستوى الرابعة خمسة مستويات هذا ما زلنا في المستوى الأول متالف نيشة متالف نيشة لا متالفكشي هم رسمين هم من واحد إلى خمسة تحت رقابة الدكتور خربوش كان من المتعين أنه نمشيه للمفهوم تعالى الشهر السياسي اللي موجود في القانونين نمشيه للقانون الخاخلي وقانون الانتخابات ممشيهش للقانون العام اللي تحكي على العلام هذه المسألة الأول المسألة الثانية كي نبدايه سيدي نفس المفهوم أبو بكر عكاشا هو نمشيه كما عرف أبو بكر عكاشا عام 11 ولا عام 14 14 هذه من مبادئ العام هكي جاوبتني المسألة الثالثة طيب أشيقول تقريبا نعم عندي زوز تعريفات لشهر السياسي تقريبا نفس المضمون شنوه الاختلاف سيدي واحد يقول عبر الأعلام السمعية والبصارية والمكتوبة والالكترونية أو عبر وساطة الشهرية ثابتة ومتنقلة ولأخيش يقول ميكرو عبر قنوات تلفازية أو إذاية أما أوسع اللي قبله والمفارقات اللي قبله اللي هو أوسع موجود في قانون الانتخابي مش المرسوع كان من المعين لسباب الثالث أثناء الحملة الانتخابية أثناء الحملة الانتخابية وليس قبلها أخسر لي الزوز هما في الجلوساز كنابل تعريف المفاهيم فضل سيدي نسأل فيك نسأل فيك أنت بشجاوب نعاونا نعاونا الإشكال في مشروع القانون هو تعريف مفهوم هذا المفهوم معرف في نصين لعدة أسباب قتلك كان يتعينوا الالتجاء والربط مع المفهوم في القانون الانتخابات مش المرسوع المستوى الثالث قلنا مشاء للأوسع مش الأضيق حتى على أقل سياسيا المستوى الرابع سيدي آه يا سيدي المرسوع 116 مش كالتعادة من عمنا وحلنا نعمل في زنسوس ولا في نص واحد هذا يقطعكم دونك هذا يمحكو كيف تستندوا إلى قانون وقتي وتخلي الدعم المستوى الخامس والأخير المستوى الخامس ما زلنا في الدستورية هنا ما زلنا في الدستورية نعم المستوى الخامس والأخير المستوى الخامس والأخير أنت توا عندك زوز تعريفات لبو بكر عكاشة واحدة في مرسوم وواحدة في قانون أساسي احترام مبدأ هرم القواعد القانونية يحتم عليك يسيب بكر القانون الأساسي يسيب بكر بن عكاشة اللي هو قانون أساسي وتترك المرسوم وهو حمد الخربوش لكل هذه البيانات أظن أنه فما ما يؤكد حظوظ جدية في عدم دستورية هذا المشروع نعود نرجع أمام رئيس الجمهورية الآن دوكتور عونو كذاو أجال أمام رئيس الجمهورية ما يدعو الآن إلى الانتخابات من هنا إلى سبعة جويلة ستة جويلة التي تقول آخر أجال لدعوة الناخبين للانتخابات التشتريعية وعلى دعوة أخرى للانتخابات الرئاسية في صورة عدم دعوة رئيس الجمهورية لأنها مفرادية ممكن نظريا لكن أظن أن كل واحد يأخذ حقه أنه لا يمكن أن تتكلم عنه سلبيجي قايت سبسي إلا لسنس دل إطاع في السي إنه صحيح يناور سياسيين وناور وملاعبي حادق حمادي العقربي متاع الكورة متاع السياسة لكن إلا لسنس دل إطاع كل شيء بلسطة بلسطة الآن يمكن أن تتكلم على أخرى كما قال قبلك الدكتور زيد كريشان عنده برشة ورقات وطوى كان الجور فتيران قال له معاش تكور طوى قال له يرجع وسترجع كابتان في الريال دو مادريد بش تكور دانك كور الكل عنده طوى شكرا جزيلا كهو كهو بقى لا 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 مورال دولاء هذا كلمة هذا ما جلولي تكيختين ما فهم أخذر لي خلني نتكمل على قلب نكتر وقتا ذكر أملنا حسنا وياكي جمعلي فاتت ومعسي ببروك رشيد وصي جوهر وشير مخزاوي جبد قال وفصيح وباليغ سي ببروك رشيد قال روش عملنا احنا كان لستيك كان على يعني بو بكر بارك زدنا له أحمد تخربوش وسعنا نقول لستيك المشكلة فيه مخاطر دابارك يتفوتوا الحدود متاعه وطاقته يتقطع لا 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 يتقطع وإذا كانت وصي يستعملوا يا دكتور بو بكر عكاشة لطف عليك رجع على وجهك وشكرا شكرا جدي شكرا